إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعاً وتنقضي سريعاً هي محط الآجال ومقادير الأعمال فضل الله تعالى بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن تلك الأزمنة العظيمة العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة نعم أحبة تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله تعالى عليها في كتابه فقال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات قال سيدنا بن عباس رضي الله عنه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر